أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية جديدة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالة شرقي البلاد وذلك بعد سقوط العشرات من القتل والجرح في صفوف القوات الأمنية والمدنيين في هجمات للتنظيم على مناطق مختلفة في العراق وقالت خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي في بيان لها أن فرقة المشاة الخامسة بالجيش ومدرية شرطة ديالة أطلقت عملية تفتيش بأدف ملاحقة تنظيم داعش إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأتي هذه العملية بعد مقتل ستة من عناصر الأمن والحجد الشعبي ومدنيين في هجمات متفرقة يشتبه بأن تنظيم الدولة نفذها في محافظات عراقية تنظيم الدولة